اشتركوا في القناة وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الناس لا يؤمنون بمبدأ الصدفة لكن مع ذلك وجد التاريخ مرارا وتكرارا طرقا مختلفة لمفاجأتنا في هذا الفيديو سنستعرض عليكم اغرب الصدفة التي حدثت وسجلها التاريخ على الاطلاق خلال الحرب العالمية التانية حاولت سفينة الالمانية تريفيلغر التسالل عبر حصار بريطاني من خلال التنكر على انها السفينة البريطانية كيرمانيا بعد عودتها من جزيرة ترداد لرحلة تزود بالوقود لكن اول سفينة رصدتهم كانت نفس السفينة التي كانت تتظاهر بانها كذلك انذاك ظهرت معركة بين كلتا السفينتين وتسببت المعركة بسقوط 51 بحارا بينما نجى 279 من الحطام من كلتا السفينتين وتم انقاد سفنات كيرمانيا واحضارها الى ميناء برازيلي بواسطة وحدات اخرى من البحرية الملكية في عام 1941 عندما قام علماء الانتربولوجيا سوفيات باستخراج قبر احد حكام تركيا وجدوا نقشا يحتوي على تحذير جاء في التحذير ان من تجرأ على نبش قبره سيطلق العنان لغزاة افضع منه بعد ثلاثة ايام غزت المانيا النازية الاتحاد السوفيتي باكتر من اربعة ملايين جندي في عام 1835 عندما حول ريتشارد لورانس اغتيال رئيس الولايات المتحدة انداك اندرو جاكسون لكن لسبب ما لم يعمل مسدسه وفشل في اطلاق النار تابع ذلك مشجر واطلق لورانس النار من مسدس اخر والذي لم يعمل ايضا مع ذلك في وقت لاحق عندما تم اختبار كلا المسدسين عاملا بشكل جيد في اواخر عام 1864 انقض ادوين بوت وهو ممثل امريكي من القرن التاسع عشر رجلا لم يكن يعرف اسمه من التعرض للقتل في محطة قطار في اقل من عام اغتال شعيع بوت جون ويكس بوت ابراهام لينكولن وبعد اشهر من الحادثة تلقى بوت خطابا من صديقه وهو الكولونيل ادم بادو وكان ظابطا في اركان الجنرال جرانت الذي خدم لينكولن بخصوص كيف ان شعيعه من انحده قد اغتال والده خلال الحرب الباردة صرف احد الجواسيس الروسي في امريكا عن طريق الخطأ عملة معذنية مجوفة تستخدم في الاتصالات السرية تم دفع العملة الى طفل موزع الجرائد والذي اكتشف بمحض الصدفة ان العملة تحتوي على رسالة بداخلها بعدما سقطت منه وانفتح غطاؤها وخرجت منها الرسالة حام الصبي بتسليم الرسالة الى السلطات ثم طلب من جاسوس روسي منشح المساعدة في فك شفرة الرسالة والتي تبين انها تعليمات لهذا الجاسوس بالتحديد بعد وصوله الى امريكا كجاسوس روسي في عام 1805 لجأ مستكشفان امريكيان هومالويس وويليام كلارك الى مترجمة هندية تدعى ساكا جاويا لترجمة محادثات دارت بينهما وبين احدى القبائل من الامريكيين الاصليين اذ تم اختيار ساكا جاويا لترجمة لغة قبيلة ششون التي كانت تتقنها رغم انها كانت تعيش مع قبيلة اخرى وبعد تحديد موحي قبيلة ششون وبينما كانت ساكا جاويا تقوم بعملها مع المستكشفين الامريكيين اكتشفت ان رئيس القبيلة المنشودة في الواعع شقيقها المفقود منذ زمن طويل كان الملاحن النمسوي ارنول شوينبيرغ مصابا برهاب الدكتروفوبيا وهو الخوف من الارقام حيث ظل خائفا من الرقم 13 طيلة حياته لدرجة انه اطلق عليه بدلا من ذلك الرقم 12A عندما بلغ 76 عاما اي 6 زائد 7 تساوي 13 مكت في الفراش طوال اليوم يوم الجمعة 13 يوليو عام 1951 حريصا على تجنب اي خطر الغريب انه قد مات قبل منتصف الليل بقليل اي انه مات في تاريخ 13 الذي كان يخشاه طيلة حياته خلال دورة الالعاب الأولمبيا لعام 1936 سديم المتصابقون من دولة ليختنشتاين عندما اكتشفوا ان علمهم مطابق لعالم هايتي في العام التالي اضافت ليختنشتاين تاجا الى علمها لتميزه عن علم هايتي اذا اعجبكم فيديو اليوم لا تنسوا ان تشتركوا في القناة وان تتركوا لنا تعليقا في اثفل الفيديو شكرا لكم وهي لاللقاء في فيديو قادم ان شاء الله